هذا أولاً مشروع دي حق مشروع دي لهذه الأساتذة على ما سمعنا وعلى ما أسميته لأنه التطرف الآخر ما سمعنا من نواله التطرف كالوزارة ما سمعنا من نتشي حاجة لا بيان ولا ولا تشي حاجة اللي تعطينا احنا باش نكونوا مع واحد التطرف ولكن هذا الشي اللي سمعنا الإكرهات اللي تعيشوا هذه الأساتذة وهذه المسائلة اللي جعلت نتحنا باش نضموا لهذه الناس هادو ونصبروه وصبرنا الآباء وصبرنا التلاميذ راي صبرنا الآباء والتلاميذ باش ما يخرجواش توم يديروا إضرابات ويوقفوا علاش لأنه فهمناهم بأن الأستاذ راتي في يوم من الأيام را كاردلق هادوك السواء دي وكاكي قريك ماتي يقوله ما تكيد ديهمش وحنا في هادل إطار هادا وقف جينا كان تدامن مع هاد الناس هادو تدامنا لا مشروع لأنه احنا اللي عاشرنا الأستاذة وخدمنا معه مرة ثمان سنين تقريبا ديلت الموعة عشرة معه وقنا عارفوا الإكرهات اللي كي عيشوا بدوء هاد شي قعمت طالع ناش عالي مكنناش كان عارفوا أصلا تدكروا الأستاذ دفع إذن من اللي احنا وصلنا لهذا المستوى هذا أشي يعني أشي يعني هادا قصنا نكونوا متضامنين لأنه بغينة الوزارة تخرج بواحد الحاجة اللي يتقنع نحنا وتقنع تدوك الأستاذة أو لا تقنس معهم وتحلم معهم المشكلة لأنها مشكلة مادية ليس مشكلة سياسية أو مشكلة أسميته مشكلة مادية لأقل أو أكثر ومشكلة القانون أساسي كيف ستغييره ليس قرآن لكي لا يتغير يتغير القانون الأساسي ويتتعدل ويتصوب على المنطق ديال أسميته وهذا بنتيج على البنية الأستاذ وإحنا ننتيج لنا نكونوا صلة وصل إحنا تنكونوا صلة وصل بيننا وبين هدوك الأساتذة وبين الوزارة باش تحاول ما أمكن تطفلنا هاد الغضب هذا هذا هاد غضب جاي ربما ما عرفنا احنا التابعة ديال واشنو غادي تكون ولكن احنا ما بغينا ما يوصلوا الواحد المستوى والذي لا يخرجوا الشهر لأنه ينفوه باش كي يجير المدرسة ولا يلقى إلا وكتبقتك التولات وكتبتها جمعات وكتبت خلق لنا مشكلة وكتبت خلق لنا مشكلة احنا ما بغينا احنا ما بغينا احنا متهورين جدا وخصنا ما ما خصنا نصبروا في هذا الحال خصنا الوزارة في أقرب وقد تحلينا هذا المشكل هذا ولا تعطي تخرج لنا غير بيان التي تبين لنا فيها شنو كي واش ممتين وحنا احنا تنخدموا الصالح العام تنخدموا المؤسسات دينا وكتنخدموا تل الشارع وكتنخدموا تل إدارة دينا ما بغينا تل إدارة دينا تتكار فاصل ولا تتدب بغينا كل شي الأمور تدوز بسالة وتكون الأمور مزيانة والأستاذ يأخذ حقه حيث حنا ما مطالعين على ذلك كل مشاكيل كاملة اللي عند الأستاذ اليوم عاد كنسمعوا هذه المسائل ولهذا نرى اليوم كنطلبوا من الوزار تلقى حل سعي سلمي اللي يسهل علينا المؤمورية ويسهل عليها هي المؤمورية لأنه هذا غير وضع سهل وضع سهل التعالج حيث ما فيه شي مشكلة وغد يضر لك يضر هذا اليوم كيضر البلاد من لوقفين التلاميذ نحن لا نريد التلاميذ يوقفوا ونحن كجمعيات الآبارة لا نصبروا على هذه المسائل هذه لأنه في يوم الأيام سنقول لي ونحلين مع أولادنا كيف سنقفوا فيهم ونقفوا فيهم هذا كشير لأنهم يرون فباش يسمعوا ويجهلوا لنا في البلاد ولهذا نتمنى وهذا المشكل ونقول التلاميذ لم يتهوروا ولم يأخذوا الأمور رأى شي مشكل كبير ونحن أمر ستحل ونحن رأى مسائل القرية ونحن نحن رأى مسائل أستاذ ونحن نفس الوقت ستعود لهم في هذا الساعة ونحن نحن نعرف ونحن نحن يعود ونحن نحن نفتح يجب أن نحن ننوه ونحن ننوه بالعمل الذي يقوم به وننوه بالعامل في إدارة والدولة ديالتنا رأيها غادية فاسميتو في واحد منها ساق مزيان تنتمنى وغير هذا شيء سهل يتحل وسهل اسميتو ما تنتمنى وش باش يطول هاد المشكل هادا وباش ما نبقوش حنا بنا من غدا يتحلينا هاد المشكل هادا ويسهل عنا المؤمور باش التلميذ يرجعون القرية دياله احنا كمبتلين ديال الابا وديال الامهات بالنسبة لنا اننا هادا مشكل كي شكل لنا واحد القلق كبير لانه الان تنشوفوا الابناء ديالنا والبنات ديالنا في الشارع تنشوفوا انه تزامن مع العطلة وجاء اليوم وهذا الربع يام خلال ديال الاضراب اللي غاد يتحتي واحد ما فقال انه غاد يكون واحد البهد ديال الابناء ديالنا عن الدراسة وعن المدرسة هذا السلوك هذا وهذا العمل هذا غير راضي عليه كأسر فلا بد لنا بالمطالبة كما جاء في البيان ديال المكتب الوطني ديال الفيدرالية الوطنية لجمعية الابا وليا التلميذ كما قلت لي جاء في البيان الوطني فهد شي مقلق فلا بد ان يكون الحل في اقرب وقت كان طالبوا بالحل ديال انه الرجوع لابناء ديالنا المكان ديال هم اللي هو اه المكان الحقيقي ديالهم اللي هو القسم اه بالخصوص هاد الفطر هادي وبالخصوص ديال الان اللي يقتربوا الامتحانات الاشهادية وكذلك اه الزمن ديال المراقبة المستمرة وهذا الشي متى يشرفناش اه كبلد ديالنا اللي غاد يفوح تطور اه تحت الرياض تحت القيادة الشارفة ديال صاحب الجلالة محمد الساديس واحد حدد ديال اه ديال الامور كاتمشاء اه وغاد يالحمد لله سواطن ديالنا اه هاد 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 القضية ديال التحليم لا بد اننا اه اه كان طالبو الوزارة باش اننا تصرع تلقى الحل هذه المشكلها دا تلقى الحل اقرب في اقرب وقت ما بغيناش انه هاد الربعيام بغيناش تكسر انها ما تدومش أربع أيام ما تدومش لأنه غد يخلقين مشكلة إذن فأنا من لنا هاد المنظرة نطالب وناشد سيد الوزير باش يلقى الحل الأبناء دي لأنه كما قال في الكلمة دياله هاد الشي كي يهم تلميذ هاد الإصلاح كي يهم تلميذ إذن فهاد التوقف كذلك ما بغينا بغينا إلا كان هاد الإصلاح يهم تلميذ فلا بدت تأخذوا القرار باش أنه هاد تلميذ حنا كل كلمة ديال سيد الوزير كان نسمعه دائما تلميذ تلميذ فالآن تنبغي أنه تلميذ مخصوش يبقى لنا في الشارع بغينا تلميذ ديالنا يبقى في المدرسة بغينا أنه تلقوا الحلول آآ كما بغي تكون السادة الأسيدة ديالنا يرجعون لعمل ديالهم آآ والوزارة تخذ القرارات ديالها اللي كتشوفها في صالح ديال الأستاذ وفي صالح ديال تلميذ آآ لأنه ما بغيناش أن يكون هاد توطر اللي كان عارفه دائما أنه الجودة تجيب من الأستاذ ومن آآ من جميع الشركاء ديال المنظومة وبما فيهم الأستاذ فإحنا بغينا أنه آآ أن الأبناء ديالنا كما قلت يكونوا في المقر ديالهم اللي هو الصالح ديالهم اللي هي المدرسة إذن آآ من جديد كان أكدوا طلب ديالنا وهذا رأى وضع مقلق وضع وضع اللي كتعيشوا الأسرة اللي ما راد ينشع له آآ لأنه عارفنا المشاكل ديالنا الأبناء ديال الآن كيدوروا قدامنا وتنشوفوهم آآ الأمام ديالنا وما ما قدرناش ما نلقوا لهم الحل فالحل ربيد للوزارة فإذن آآ كان طلبوا من الوزارة باش أنها تلقى الحل ذلك لأنه الآخر آآ هو متشبط بالإضراف دياله ولكن ضحية وهو التلميذ والتلميذة إذن فلا بد أننا نتنزله ويكون واحد تضحية لصالح التلميذ من طرف الجميع اشتركوا في القناة